السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخذيكم علي باريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغرب العظيم كيف نسمعه في التسريبات الصوتية من المخيمات تندور هذا الحملة جمع المساعدات والتبرعات اللي عرفت المغرب كامل لفائدة المتضرر من الزلزال وبالأخص الأقاليم الصحراوية المغربية العيون الداخلة بوجدور السمارة أغادت عناصر البولوزاريو حقيقة نقوا فيها أنا نكتبش عليكم والله تبقوا فيها لأنني سمعت تسريبات صوتية من صحراويين من صحراوي ماشي كثير البولوزاريو الصحراوي مخيمة تندور والله تبقوا فيها أنا غنسمعوا الشيء إن شاء الله قال لك عدنا يرجعوا في المخيمات ما جبروش الناس باش يقلوا واحدا غنسمعوه أخوتي بغيتكم تسمعوتي قسم بله إلا كينين سكان مخيمة تندوف ما جبروش باش يتعجعوه أقسم بالله لكي حلفاتهم ما غنسمعوه قال لك كينين في مخيمات تندوف صحراويين لما كيجبروش عشاهم كيباتوا كينعسوا بالجوع وهذا الشيء غنسمعوه وهذا الشيء يتحرك من اللي شايفوات القوافل دي الخير في المغرب قالوا دائما كيقول المغري في الجوع مغاربة جيعانين هاد الحملة اللي يعدوا المغاربة كاملين جمع المساعدات والتبرعات اقلت على أنه المغري ببادل خير وبين قوسي الخير عاد هي تشتد في الجبال دي الأطلس وهذا ما بغينا استرحة ما بغيناش تدبير لهذا احنا كنا طالبين وطلبنا من الدولة المغربية في مؤسسة يدخلو يشكلو خلية أزمة باش هات الخيرات والمساعدات ما تضعش يجمعوه في شيء مخازين كبير ان شاء الله وبعد ذاك يوزوه على المتضرين تدريجيين عموما رجعو الموضوع لها الحملة المساعدات ديت جمعت من العيون داخلوا بوشدور المغرب كامل فاقسات سكر مخيمة جدا وذلك علشي حتى احنا ما يمشيوش لي نحنا صحراويين ما يمشيوش لي نشي من المساعدة يجمعوه منا ويجيبوه لنا في مخيمة جدا فنظركم الخوط شنو السبب شنو السبب اللي مكيخليش الصحراويين والمغربة كاملين يجمعوه هات المساعدات الغذائية وإنسانية ورسلوها المخيمة جدا السبب هو النظام العسكري الجزائري ما يبغيش هما ما يبغيوش بوليزاري والجزائري ما يبغيوش وحنا نتحدوهم ويا الصحراويين يا المغربة اللي شاركتوا في هات الحملة دي المساعدات جزاكم الله خيرا اكدتم على أنكم أهل الخير اكدتم على أنكم صحراويين أقحى اكدتم على أنكم شرضا أنا كندعوكم يا أخوتي يا صحراويين ترسلو البوليزاريو أنها تقبل قبول مساعدات غذائية وإنسانية جيهم من المغرب وتنطالق من العيون والداخل وبجدور السمارة والرباط والدار بيدو الطنجة ومشيوا مباشرة المعبر قرقالات يدخلوا الموريتاني ورجعوا بالروتور ديريك طوموا المخيمتين وأنا مأكد إلى المتضررين في إقلام الحوز أزيد من مئتين شاحنة من العيون سوف يأتيكم مئتين شاحنة أخرى المخيمتين سوف يأتيكم مئتين شاحنة أخرى مربعة ومئتين شاحنة من طنجة ومن جميع المدن غير فتحولوا أبوا والشيخ سيعرفوا الصحراويين محجزين لا أنا ماشي الصحراويين اللي كينة في العيون الداخلة مبغاش سيعطوكم لا 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 أنا مشكي في البوليزان والجزائر وإحنا نتحدوكم غير فتحوا هذه النقطة فتحوا الحدود وتشوفوا الخيارات اللي غتجيكم من المغرب يجيكم الحوت بشتة أنواعه يك هاد المتضررين في الحوز ممسلوا ليهم الحوت أنا نقول لكم بأنه مخيمتين ذوف يجيكم الحوت بشتة أنواعكم يجيكم من بوشدروا العيون الداخلة كونوا مأكدين يجيكم شاحنة كبيرة من الأسماك ويجيكم كل أنواع الخضر الطرية من المغرب كونوا مأكدين ويجيكم جميع أنواع القطاني أي حاجة تشهيتوا لديكم المشكين مشي فيهم هنا مشي في المغربة مشي في الصحراوي المغربة مشي في الجزائر في البوليزان وهو السابق اللي قاف الله عليه الجزائر الحدود مع المغرب كامل سمعوا تشيك أخوتي تحييتنا لكم وعش الشعب المغرب العظي الله لا يقبل منك تخليغ العيون منافغك تعاون الله المغربة والشلوحة والصحراوي لما تعاونهم السلام عليكم ورحمة الله رجبي كمهام الحمس في العيون والمنطقة وجدور والطرفاية والصمارة باب ها ما قد تعدلوه الشعب هم أهلهم ودمهم وحمهم ها ما قد تعاونه ناس تروح مات عشان الله يا أخي أخي من العائلات وحانا يقول لك كل الحم بربع عشرين ألف وعشرين ألف أخي من العائلات أخي من العائلات من العائلات من العائلات ها بار شهاد غرفت السوں عائلات أو أخي من العائلات أخي من العائلات بإخري من العائلات حيث يمكنك تسور لازم عندي بعد جيل الضابون ينهار أي نهار في المرسا وتقف وتخرص تسور ساعات خالي أولا عاد لكيسر على المخير أنا ما حاجة يسور يبدئ تسور طلاب تصدق عاد وخالدي ولكن هذا حاجة قريب على الصحراء وأنا تهاجد في المرسا تسور تسور مهم تسور عاد خالدي تسور والفغر خالق وخالق الناس اللي لم يكن لديها باشتع الشيء العربي خالقات من العائلات الأغتية اللي لا يرون باش يسيرون من الزيت الزيت هون وو كافي ها لديك خمسة عشر يوم أو خسة عشر يوم فو تتديد وليك سبطع الشيء ما طلبته ما هي جابرة ما هي جابرة فتعصر الفجرية بس بطاقة من الزيت والفقر والجوع المحروقات بات باربعين الفجريكان هاهم اللي ما عنده أربعين لهم وحارك هاهم مات لحد قدي لحاجة امرأة قدي لحاجة قدي لحاجة طبي هلاقا لاقا زوار ما هي جابرة وشنه ما جاب ما أطرره ما ينبط ربيعوته هاهم والله له العائلات العائشات والفقرة المذعق شن آجلات أحت سترمولانة أطوف لا بالقناعة سبق كيلو من أطرره عائلة فيها خمسة والله ستة بلا معيل وبلا حد وطيقنا أعطالها عشر كيلو ولا عشرين كيلو من فارين أعطالها كيلو من الشعرية ولص يترمزي ماذا ما يفوت الأسبوع والله 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 اللي خارجت العائلات اللي في الفقرة المذعق وعدت قاعهم كارثة على الصحراء قاع ما كانت فيهم تسور وعدت تسور خارج تسور قاع ما نعرفه فار الصحراء وعدت خارج وعدت خارج فكا تتم وفرابون ونزق من يوماتي عليها الله قالب عليهم كل المجاية تطلب مسيكينة وهذا ما هو عادة ما كانت فار الصحراء اليوم اللاجي عادي يشري كل شي من شايفه ياسر من التموين نقص اللوبيا ما تلات تنعطى التون ما تلاتي نعطى الشعرية تجيك مرة ما نعرف الكم وحتى الكيلوات اعمار وكذا واتمر ما تليجي قليلا شمال رمضان كون يسول عن حق حق يعني أموره ولا شيء ولا أحد مبالي به ولا أحد مبالي بالمواطن ولا أحد مبالي بمعاناة المواطنين لأنكم تعرفوا اليوم على أنه اللجوء العادة اللاكي في أخبار أخبار مدهان يتوفى عايشة في أرض مثلا عنها مستغلة إلى آخره لأنه لماذا؟ لأنه اليوم اللاجي عادي يشري كل شيء من شايفه ياسر من التموين انقص اللوبيا ما تلاتي نعطى اتون ما تلاتي نعطى الشعرية تجيك مرة ما نعرف الكم وحتى الكيلوات تعمار وكذا والتمر ما تليجي قليلا شما هو رمضان وحتى مولي في الكيلوات والله كذا إذن قارفات ما هم صراحة ما هم صراحة قانين ولا سامنين من الشيء في الوقت اللي انت يوميا تشري الحم يوميا تشري الخبز إذا انت منين تديرها معادلة إذن صراحة كل شيء تشريه بما قا في الضوء تتخلصوا إذن هذه التحديات هذه التطلعات الشباب اليوم اي شاب بضريك مهما كان اي شاب اي شاب في اللجوه تقول له شنو زين عندك يقول لك زين عندي نهاجر اول شي يقول لك قسباني ولا فرنسا لانه لماذا لانه صراحة المقاتل فينا والله اي حد قايز مؤسسة فرع ليه يعود يتبتب فرع ليه يدخل تبتبات فرع ليه لانه فاضعا لانه اصلاك ليقبر ما هو كافيه إذن هون يعود يلود الشان المصدر رزق وكذا إذن هون لا يكذب عليكم حد الرجالة اليوم خارقة رجالة اليوم وراه يتبكي بها مهم روحة على شلالها وراكو بتوما عارفين حيات المخيم عاتش نبت اللي عاطيه مولانا وولو والله اخوه قاس سبانيا يرسلو ليك خمسمية تورو الف يورو يرشو بعد غير خالق العائلات الياسرة اللي والله ما عنده حد في سبانيا ولا عنده حد في فرنسا ولا عنده حد شي وهي مولي ماتلا عنده منش هي واحدة في ذا المشروع واحدة في ذا ما ثلاث قلت تعملها كلها ثلاث جذوك ما ما وفرت له الدولة باش يغني هو نفسه والله تزيد الراتب ونحنا رونا نقوله تزيد الراتب هي هاي هاي الرواتب اللي تنعطى هي ما هي رواتبية لا منحة اللي كي منحة الجامعي هذا اللي يعطوها ثمانين الف من كل اخرية لا منحة مغال ما هو خلاص مليونين الله مليونين لاربعة تشهر لا ما هو خلاص يبو اذا يمشي لها تشتري زجيبة من اللحموم زجيبة من السكر بطاكة من البارد خلاص وفات معنى انك تقعد للي توكن تفذيه ثلاث تشهر اخباره من مليون وش قال قاله عدو عندك العلايات والله الطافلات والله 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 اذا انا هون نتكلم من عين المنطق من عين الحقيقة من عين الحقيقة ولنسب على انه هاذ الفئة ما خالك حد مبالي بيها ولم سول عن حال الشاب يسوصل متخرج ويسول ما هو متخرج وحتى والمؤسسة اللي عاد وحتى الترشحات والله كذا عاد يربطوها بشروط تعجيزية الناس باقية تقبض كل شي المناصب كاملة اللي قالها منين تموت تمشي بيش والنغبر للاسف ما عندهم ديناميكية لعنه الشباب هو روح الامة الشباب هو مصير القضية الشباب هو اللي تقدر تعدل بيش وهو اللي تقدر تضرب بيه تقوم انتذا الشباب اللي عندك آلاف المنو وتخليه يسو الصلاة القاري منه ويسو الصلاة القاري منه وتهمش وتقصيه من اجل نزوات الشخص وليما عندهم منافق من الدرجة الاولى كيف هو مسيرمة ما تقدر تحوزوا وبالتالي نمشو ضحية ضحية لنيرامين نحن المواطنين بس نحن ضحية مرتين ضحية لانه المغرب وقبض التراب وقبض الخيرات اللي في الوقت اللي لك الخيرات الصحراويين مكافيتهم لسنوات طاولة نعرك الله يتباع أتكلم إن شاء الله إذا عمر بن الخطاب مزين دينك نقول لك اللي رواية وؤبودة عرف عنها قارجنان مخيم بذن مولانه وليفايداك واجده عرف عنها راهم وليه ذا الرواية ما هي حداها عندي قروب خمی؟ صرتك بعد وبعدها الله ذاك الكلام هيدنا کتن دي معدين وتفققني تفققني اسمعت؟ هو أحد هون يقول له أوؤووده اسمعت لا مقالش انا الميونة يا بديا اوه يدر انك تتفقدني لاراد هامولاني يدر انك تحقيني في جنبك منين تطرحك راك في المخيّب؟ منين تطرحك راك؟ انا ليه انقطعك وراني قيل هالك ومقول لي ليه انقطعك انا نصر كلم خاسر وما نقوله ويا حراي ورعاني جايك ورعاني في الدشرة ما انا ارفق منين تطرحك راك في المخيّب ليه انقطعك وكبرك انضار نعتك عنه في فاضمة اياك ودار تدخل شواء